بعيدا عن أننا نشخص الموضوع بس في دول في شمال أفريقيا جمهورها بيشتكي من الموضوع ده أن لعبتهم من المحترفين الناشئين ما بيبقوش على قدر الأمل اللي حطوا الجمهور فيه ومنهم كمان بيروح بيتجنس بجنسية البلد اللي هو بيحترف فيها بس مع كل الاحترام طبعا لكل حبايبنا العرب وكل البلدان لكن أنا دايما بميز المصريين بصفة خاصة مش حقول حتى لعبتهم كرة عشان الناس ما تاخدهاش بمنطق وحش لكن أنت بتحس وانا عيشت ده كويس قوي المصري بر بلده أنت بتحس قدينه بيحب البلد ولما يكون في موقف صعب وكلنا شفنا ده على مر التاريخ إزاي الروح المصرية بتطلع الروح ديت الحمد لله موجودة دلوقتي في الكاميرون وإن شاء الله بإذن الله في اعتقادي لو الروح إن شاء الله بإذن الله مستمرة للمباراة الكاميرون هنكسب الكاميرون فعايز أتكلم أن البطولة الأفريقية السنة دي إن شاء الله هتبقى كمان عامل مؤثر إيجابي جدا لما هو قادم مباراة مارس أمام إن شاء الله للوصول لكاس العالم كل المنتخبات الأفريقية بتحترمنا احترام كبير جدا جدا لأن احنا أكبر فرقة في الأفريقية على مستوى البطولات حتى على مستوى لو شفت الأندية النادي الأهلي والنادي الزمالك عندهم ريكورد على مستوى الأفريقية وبالتالي الاحترام دوت اللي احنا بنشوفه بقى ترجمته في الملعب لو فعلا الفرقة اللي قدامك نازل بتحترمك بشكل كبير جدا ولقيتك في الملعب أنت فعلا قد هذا الاحترام وبالتالي بيكون النتيجة أجابية موسيقى